اهلا 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 بكم بخير السلام عليكم امريكم كيف تتعلمكم شاء الله الحمد لله عرفتوا ايها المشاهدين من الحبوب ون الكلف ومن خلال قبل ايها المشاهدين وصفة ايها المشاهدين ايها المشاهدين خطيرة ومعرفة وانت بجلسة بجلسة في الفيديو اي يخلط من فمي اتعطوا بها يعني لا تسمعي مفقوصة و كيف حالك و كنف و محبب و انت معلها بلك تصدر الوصفة و تصدر الوصفة أول حاجة كنت سمتنبخلوش عليها بلايك ديالكم لايك للايك 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 والتعالق ديالكم و ينحن بحمق عليهم و حق الله العظيم كنت نشوفهم كنت نحس براسي بأنه كنت يبغيوني من القلب و نفس الشعورات و حق الله العادي اشتركوا في القناة المهم البنات كما قلت لكم سمعوني مزيلا اول حاجة هو الغسيل الغسيل ديال وجهك كيف تديري لي انا قد اعطيك طريقة بشأنية حلية المشاكل ديال بشرة ديالي كان فيها الحبوب كان فيها العطراس كان فيها بزيفة عن المشاكل ولكن البنات اهم حاجة هو الغسيل النظافة ديال وجهك كيف تديري معاها انا هنالبنات كيف تدير الكف صابونية ديال الكف ما كان ديال اشهر لوالو غير الكف حقه جزوين الكف اولى السابون الخضر مهم دا بنوره لكم البنات مهم انا هنالبنات عندي الكف من الاحسن ديال سبعين ريال لغلاء لمسكين كين دك السابون ديال الحجرة مهم كيف تدير الكف من الاحسن من الاحسن ما فيه لا ريحة لوالو وزوين وطبيعي غادي وافقلك مع البشرة واخدوهنية جافة حساسة غادي وافقكم هاد الصابون هادا وكين هاد الخضر هادا هادا قليل فاشك تلقاوها البنات مهم هو الصابون الكف مهم راه موجود يعني في الحوانة في الهريات في كل شيء في كل شيء غادي تلقوا هاد الصابون هادا اهم حاجة كما قلت لكم البنات الغسيل كيف كان نوض في الصباح مليك نوض 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 ومشي على وقت ثاني نعود كوشة ثانية نضعها فوق وجهي يعني واخرها فوق وجهي في الصابون نعود عود ثاني نضع كوشة ثانية ومشي ثاني نكمل شقايا ونعقاب ثاني ونحتكت نشفلية ونعقاب ثاني نرجع ونزيد كوشة ثالثة نقوم نضع ثالثة تحت الرابعة الخامسة يعني ما كين تشي مشكل بالعكس بالنسبة البنات اللي عدوهم الدهون في الوجه سنشف لكم البشرة هذا هو الغسيل يعني كتغسله من الأعماق لكي نكونوا واضحين والذي فيكم الحبوب ستغسله ثلاثة مرات في النهار نفس الطريقة التي قلت لكم وعندي هنا البومادة الصفراء يختي وما لا يعرفوها غني عن تعريف ما كيناش لي ممدوغوزاش البومادة الصفراء لحساب الحبوب البنات انا كنت حطيت في واحد القنات ثلاثة في المياه سأجيب لكم الوصفة فيها واحد في المياه لحقشها اللي كنت كندير انا الحبوب وهذه حتي كنت كنديرها ولكن بهذه الوصفة اللي اعطيتها لكم دابة هذي اللي اعطيتها لكم دابة كنت كندير فيها هذي البومادة هذي وصفة طبيعية 100% ستديرها وغادي تردو علي الخبار وغادي تشكروني عليها المناس وهذه الوصفة ستدار يوميا من وجهها حالته ستدارها يوميا ستدارها سنحتاج الصفر البيض هنا يجب في المناس من الأحسن فقد يكون لكم البيض البلدي الصفر البيض البلدي مهم أنا لا تداري لا أعرف أنه لا يمكنك التوفر لكي لا تأخذوه وضعوه في الدار وضعوه الوصفات لأنه لا يوجد المشكلة التي قلت لكم حبوب او لالاتراس او لكنف لا يوجد المشكلة سوف يحتاج هنا الصفر البيض جربوها البناس وكما قلت لكم هذه الوصفة سوف يدار هذه الماسكة يوميا يوميا في مدة الأسبوع سوف تقول باي باي الحبوب باي باي الكلف ارجع لي الخبر سوف نقوم بإلقاء روز مطحون البنات الوصفة كما أعطيتها لكم رمزت عليها ونقص عليها ما زال لا يوجد المكونات بشي تاجتهم كنت قلت لكم سوف نضعها لكم كما فكتني بغاية تهيت فك يعني وصفارة مضمونة معلقة الروز مطحون و سوف نضع معلقة الحمص مطحون حمص حمص كينقق البشرة الحمص كينقق البشرة الحمص لا تعمروا المعلقة الصغيرة لا تعمرواها و سوف نضع الحلبة حمص 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 مwear محص حمص لديهم العسل الليمون و الكاليبتوس و الزعصار لا يوجد طبيعي لا يوجد العسل الطبيعي رأس كافية سوف نقوم بتحضير حتى نقوم بتحضير صفر البيض و الحلبة نقوم بتحضير طبيعي فلنقوم بتحضير الصفرين لنقوم بتحضير الصفرين سيمانة سيمانة ستبال لكم نتيجة ولكن يوميا يوميا كل نهار كل نهار على أخوه سيبالك بأن الوجه ديالك بدك يتقشر الحبيبات اللي عندك ديال الحب الشباب سيبالك بأنه بدك يطفاو وبدال البلاسة ديالتهم بدك تبرا وما تبرا لك كحلة وثنين الذي لديك تحييي لك ستتعرض علي الخبر سوف تقول لي TO Live سوف يتحرك الموصفة الثانية تبعينها وكما قلت لك سوف تبدأ الروتين من صباح اول حاجة غسلي الجيد بالصابون تجهي الكوشة الأولى تخليها التانية وتعقمكن تجهي التالتة و احتى لو تدير احتى الرابعة و ستعود ليها الطريقة ثلاثة مرات في النهار يعني تغسلي وجهك ثلاثة مرات في النهار بالنسبة للوصفة ستديرها وجهك في العشية من العشية العشية من المورا المغرب ستديرها لي كماسك و تجعلها تنشف ماشي تكرم حتى شئرها تجعلها تكرم ستقدر تضر لك البشرة ستجعلها تنشف تقريبا ربع ساعة عشرين دقيقة دقيقة للغسلة و ساتجلها بالصابون على حسب رائحة الحلبة و تقريبا للحلبة و تقريبا للحمص حسب الاختيار يمكنك تغسلها بالماء ستجعلها الثانية ستجعلها سيضاء لغسلة وجهك في الصابون ثانية مع الثانية سوف تحديد رائحة جنان ستجعلها لكناتجة في وجهك بسلام عليكم شكرا